على خلفية ازمة الجنود المغاربة المحتجزين لدى جبهة الفوليزاريو التي تطالب باستقلال الصحراء انطلقت بالولايات المتحدة الامريكية حملة تضامنية مع هؤلاء الجنود المحتجزين منذ اكثر من عشرين سنة فوق التراب الجزائري وقد ركز منظم هذه التظاهر على وحدة المصير بين الشعبين الجزائري والمغربي وعبروا عن رفضهم لكل اشكال التفريق بين شعوب المغرب العربي الكبير احنا والجزائر خوت جوار تتعطي تتبع بعض العلاقة يعني عريقا مساعدة سفير الجزائري رسالة التوجهة وحقامة الرئيس الجزائري ومعطلهم لها منظم التظاهرة حمل رسالة تتضمن عدة مطالب للرئيس الجزائري يأتي على رأسها العمل على اطلاق صراح الجنود المحتجزين والاصراع بتسهيل عودة الصحراويين بمخيمات تندوف على الحدود المغربية الجزائرية كما ناشد الرئيس الجزائري بتصحيح تصريحات كان قد ادلى بها يساند فيها حق الصحراويين في اقامة دولتهم وهي التصريحات التي اغضبت الطرف المغربي وحركت المؤسسات المغربية سواء الحكومية منها او الغير الحكومية وصفة عارب ان يكون سجين عربي عن سجين عربي يعني حتى لا نستطيع ندافع من سجنائنا في اسرائيل وفي العراق في كل مكان مدام العربي ما زال يحتجز العربي في مخيمات تندوف في حالة لا يرفع لها وصفة عربي بداية هذه الحملة من التظاهرات تأتي لتكمل حملات اخرى انطلقت بالعديد من الدول الاوروبية حيث تتواجد الجالية المغربية بكثافة كبيرة السلطات المعنية بالصفارة الجزائرية رفضت التعليق على هذا الموضوع رغم توجهنا لاحد مستشاري الصفارة بالسؤال بينما اكدت السلطات المغربية ان هذه التظاهرة هي من تنظيم مؤسسات وجمعيات مغربية امريكية لا تمت للصفارة او للاجهزة الرسمية المغربية باية صلة دعوة الابناء المغرب العربي التواحد لالغاء الحدود بين تونس الزائر المغرب موليتانيا ليبيا لوجود لوزيء المغرب الاكثر في تونس ونتمنى ان الحكام يجدوا حل المهز لهذه التاريخين ثلاثة عقود من الصراع حول الصحراء بين الفوليزاريو والجزائر من جهة وبين المغرب من جهة ثانية كانت كافية لعرقلة حلم قيام اتحاد المغرب العربي وهو الحلم الذي لا يزال يتحطم كل مرة على عتبة مشكلة الصحراء من وجهة النظر الجزائرية مسألة المحتجزين محصورة بين المغرب والفوليزاريو بينما يعبر ابناء المغرب العربي بالولايات المتحدة عن حل اخر هو الوحدة والاتحاد بين جميع شعوب المغرب العربي محمد سعيد الوافي العالم واشنطن